السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اما عن السؤال الثاني للا رشيدة هدك المالة تطولك لأجوزة ديالك فهي اللي اعطته لك على سبيل التوسع وهدية طيبة نفسها لك هدية الهدية لا ترد اعطاك واحد الانسان واحد الهدية يبغي يوسع لك شكر الله له من حقك دريبا مبغيتي لكن اللي اعطها لك سلفا ومن اجل قضاء بعض الحوائج ريتما يتوسع لك المال هذه الساعة كان عاود نردها الى صاحبها اذا صاحبها قد مات ترد الى الورطة لكن والحال كما قلت بان هذه هدية فهذا غير من باب توسع توسع الله يوسع على ذلك القبور الا الى شفتي بان بعض الورطة بدوك يقول القيل والقال وعلا شخاطوا وذلك الدبحقنا جميعا نتفاد القيل والقال غير تسمعي واحد فيهم يقول القيل وقال نسدك القيل والقال ونقول له هزقكم الله يربحكم ستقول يا رسد اشغل ربح ستربح الكثير اولا الله سبحانه وتعالى اسمه الرزاق الرزاق كل من يتنازل عن حقوق دياله رغبة في لم الشمل ورغبة في كف النزاع ورغبة في حقن الدماء كل من يتنازل هذا ربي عز وجل لا يعزه ووعد وعد 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 عليه سبحانه وتعالى ان يكرمه هذا كلام ماشي كلام نظري هذا كلام عشنا مع ناس كثيرين كانوا فقراء فاغناهم المولى اغناهم اغناهم وملكي سولوه من اين لك هذا يقول لك والله لست ادري انكت مع العائلات خاصموا الضربوا ونقول لهم الله يسامح وعف الله عما سلف واللي بغيت وعطوه اللي ما بغيت واش نضير بحكم وكان من الصابرين قالك فلما انصرف فتح الله له ابواب الرزق وفتح له خزائنه ورزقه من حيث لا يحتسب غير كني مطمئن لالرشيدة ارزق رمشي لك يضر فيما بيننا هناك ارزاق خفية لا يعلمها الا صاحب الامر والامر الثاني لالرشيدة هذه الكرامة ديالك واذاك العزة رايجيك ابليس مرة مرة وليقول لك وفي نهي الكرامة وفي نهي العزة طيحت الذل علينا قل ايا انا مع خوتي ومي وبا وحبابي انا في الذل هذه من صفات المؤمنين الم يقل ربنا عز وجل في كتاب العزيز واصفا سيدنا النبي محمد بن عبد الله الهاشمي المطالبي واصفا صحابته من الانصار والمهاجرين ماذا قال عنهم قال عنهم اعزة على الكافرين اذلة عن المؤمنين اذلة عن المؤمنين ولكن قل مع المؤمنين قل يكون دليل حتى قال العلماء رامشي فقط غير خوتك ودمك ولحمك مع عموم المؤمنين فنم ممشيت انا دليل انا ادخلت للشارع غلق ازدحام غن واحد اداني غنقول ما كين بس غامشين مثلا لوحد الادارة لقيت السربيس ولقيت الازدحام ولقيت القيل ولقالوا شي واحد اداك وسبقاك ودلك ما كين بس علاش حتى ربي قل لنا من صفات اهل الايمان واليقين انهم اذلة على المؤمنين بمعنى غنحي الكرمة غنحي العزة غنحي الكبرية غنحي الاستكبر وغنكون متواضع اشنا هو الجزاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كيشرح الموقف الصحابة الكرام ماذا قال لهم قال لهم من ومن تواضع لله رفعه صنعوا بيديه الكريمة هكذا ادك ان رفع الفوق نزلها لتاحت من تواضع لنزلها لتاحت رفعه ويرفعه بسرعة أن الله تليرفعك إلى آل عليين فأسأل الله الكريم للا رشيدة أن يجمع شملنا وشملكم وأن يؤلف الله بين قلوبنا أجمعين وأسأل الله تلأن ينزغ من قلوبنا حد الشيطان لكن البنة العدام والبغضاء هم الدنيا غير قفها ولكن العمل الصالح غدق دائم عند الضحمن سبحانه وتعالى الله يجمع الشمل للولدين والإخوة والأخوات والعائلة والأحباب ويبارك الله في زوجك وأولادك ويرحم العجوزة الكريمة الطيبة اللهم يربي أسكن فسيح الجنات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله